اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده انا لعبتي مبهورة مبهورة ان هي هتلعب النادي الاهلي لعبتي مبهورة مش مصدق ان انا هشوف النادي الاهلي مش مصدق ان انا هشوف لعبت النادي الاهلي مش مصدق ان انا هشوف كهرباء مش هسدق ان انا هشوف رمضان صبح مش هسدق ان انا بشوف احمد فتحي وبعدين بينيم بيعضي ينيم ينيم لكن احنا المراضي لا احنا وعيين لك كويس قوي وعارفين ان انت حقك حقك كمدير فني ان انت عايز تكسب النادي الاهلي وتموت نفسك وتستخدم كل الاساليب القانونية والغير قانونية في بعض او الدبلوماسية اللي هي الكلامية يعني في الصحافة والكلام ده الحرب النفسية من حقك تعمل كل ده ما عندناش مشكلة ولكن احنا من النهاردة من النهاردة انا حفظه لكل يوم اتكلم كل ما هطلع هتكلم على مباراة سانداونز ولا عايز توطر ولا عايز شدة ولا عايز حاجة بالحاجات دي خالص انا عايز ان شاء الله ربنا يكرمني والجهاز الفني يضع 11 لاعب يقدروا يلعبوا هدي المباراة بشكل جيد نكسب المباراة الاولى ونكسب المباراة التانية ونصعد الى دور الاربعة هتلاقوني بتكلم على دور الاربعة كل يوم عايز اكسب المباراة الاولى والتانية واصعد للنهائي واكسب المباراة اللي هتتلاعب هي مباراة واحدة هو ده اللي انا عايزه باقي على الحلم خمس مباريات مباراتين سانداونز إن شاء الله وبعد كده مباراتين تانيين ومباراة النهائية فمن فضلكم عايزين نقف ورا فرقيتنا الشهر ده بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى عايزين نفضل وقفين ورا فرقيتنا تداء كالعادة يعني أنا ما بقولش حاجة جديدة ولكن كالعادة ما تسمعوش الكلام تجميد كهرباء ولا رجوع إصابة رمضان صدقوني ماه لو رجعت إصابة رمضان ماه لازم نطلع نقول للناس لكل جمهور النادي الأهلي إن إصابة رمضان رجعت لكن ده مش حقيقة يا جماعة والله ما حقيقي أي كلام فمن فضل حضراتكم وقفتنا خلال هذا الشهر هتبقى وقفة قوية جدا عندنا بطولة السوبر المحلي عندنا مباريات في الدورة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبها آخر الشهر هتبقى مبارات سانداونز اللي الكل بينتظر هذه المباراة أنا آسف إن أنا طولت المفروض ما كنتش هطول كده لكن نهارده عندي فقرتين